على وقع إنكار الحوثيين لفاعلية الحملة الدولية على بنيتهم العسكرية يرد الأمريكيون ببيان يؤكد تأثير الضربات على المواقع المستهدفة ويوثق حجم الأضرار فيها في الثامن من فبراير الماضي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في مؤتمر صحفي عن نجاحها في إلحاق الضرر بكمية كبيرة من الأسلحة الحوثية ووثق بيان البنتاجون تدمير أكثر من مئة صاروخ ومنصة إطلاق منذ بدء الضربات التي شنتها القوات الأمريكية والبريطانية في الحادي عشر من يناير الماضي الخسائر الحوثية لم تقتصر على الصواريخ ومنصات إطلاقها فقط بل شملت أيضا العديد من الطائرات المسيرة والرادارات ومناطق تخزين الأسلحة كما هي تفاصيل البيان الأمريكي الضربات الأمريكية بحسب البنتاجون استهدفت في الثالث من فبراير الجاري خمسة وثلاثين هدفا تتبع مليش الحوثي بينها أماكن تخزين أسلحة وثلاث مروحيات وأنظمة صواريخ ومراكز قيادة وسيطرة لم تنحصر خسائر الحوثيين على قدراتهم الجوية فقد استهدفت البحرية الأمريكية أربعة زوارق مفخة وسبعة صواريخ كروز وقالت الرواية الأمريكية إن عملية الاستهداف تمت أثناء جاهزية الزوارق للإطلاق في التاسع من نوفمبر 2023 شن الحوثيون هجمات على السفن ما تسبب بانطلاق حملة عسكرية أمريكية بريطانية ضدهم في الحادي عشر من يناير 2024 تلاها تصنيفهم كإرهابيين عالميين ومع ذلك يدل مسار الضربات الأمريكية حتى اللحظة على أنها تأديبية لا عدائية حيث لا تزال واشنطن بانتظار تراجع ميليشيا الحوثي عن هجماتها قبيل انتهاء مهلة تنفيذ تصنيفهم إرهابيين في السابع عشر من الشهر الجاري ترجمة نانسي قنقر